قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن حكومته ستضع خططا لمساعدة الشركات كثيفة لاستهلاك للطاقة وضف سوناك أن الحكومة تستهدف دعم فواتير الطاقة لمن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة متوقعا من وزارة المالية معالجة ذلك في الوقت المناسب قالت إدارة الإحصاءات الوطنية في سريلانكا إن مؤشر أسعار المستهلكين التباطئ على أساس سنوي إلى 70.6% في أكتوبر بعد قفزة قياسية بلغت 73.7% في سبتمبر وقالت إدارة الإحصاء إن تضخم أسعار المواد الغزائية بلغ 80.9% في أكتوبر بينما بلغ التضخم غير الغزائي 61.3% أظهرت بيانة وزارة الزراع الأوكرانية أن كياف صدرت نحو 16.2 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 بانخفاض بلغت نسبة 31.7% وأضفت الوزارة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 مليون إلى 52 مليون طن من الحبوب هذا العام إنخفاضا من 86 مليون طن في عام 2021 بسبب خسارة الأراضي بسبب العمليات الروسية وإنخفاض المحاصيل موسيقى